هل تقبلين منظر صديقتك هكذا؟ بالطبع لها النظافة تعني النقاء والتخلص من الأوساخ وهي من الإيمان والنظافة ضرورية لسلامة الجسم ونموه نموا سليما وصحيحا ووقايته من الأمراض وهي عامل من عوامل التقبل الاجتماعي ويجب الاهتمام بنظافة الجسم خاصة نظافة الوجه لأنه يجتمل على مجموعة من الأعضاء والحواس المهمة كالعينين للبصر والرؤية والأذنين للسمع والفم للكلام والأكل والأنف للشم ويتعين عليك تذكر أن غسل الوجه كل صباح هو أمر ضروري وواجب تذكري أيضا أننا نغسل الوجه ثلاث مرات عند كل وضوء للصلاة ولكن احذري من استعمال أدوات الآخرين مثل المناديل في تنظيف وجهك واستعملي فقط منديلك الخاص ومن الأخطاء التي نرتكبها مسح العينين والأنف بمنديل واحد وفي حال كنت تعانين جفافا في البشرة يستحسن أن تستعمل مرطب بشرة مناسبا وخطوات تنظيف الوجه بطريقة صحيحة هي كالآتي 1- تبليل الوجه بالماء 2- وضع قليل من الصابون السائل في اليد 3- وضع الصابون والرغوة على الوجه برفق مع إغلاق العينين 4- غسل الوجه جيدا بالماء النظيف 5- تنشيف الوجه بمنديل خاص ويمكن وضع مرطب للبشرة على الوجه بعد تنشيفه وفي حال تنظيف الأذنين والأنف يتعين استعمال منديل نظيف خاص ترجمة نانسي قنقر